خبر آخر مشاهداء كرام بعنوان وزير الدفاع يشهد الاحتفال بانتهاء فترة الاعداد لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية أكد الفريق أول محمد زكي القيادة العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن قوات المسلحة حريصة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذي يتناسب مع سمات العصر ومتطلباته في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على الابتكار والتطوير ومسايرة التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العام طبعا دعم كبير جدا من معالي وزير الدفاع للكليات الحربية ومهم كمان أن يكون عندنا استخدام العديد من التكنولوجيا المتتعلقة بهذا الأول ونتمنى يا رب التوفيق إن شاء الله دائما لكل الكليات والمعاهد العسكرية في مصر الحبيبة مصر مع الرجال